السلام عليكم أهلا بكم على حدث اليوم لقاء يتجدد بسعد به دايما معكم أنا هامي على قناتكم هروب شخصيات عراقية هامة لطهران عبر مطار الخميني وأيضا لمطار هاشمي نجاد اللي هو في مشهد عبر تويتر لأمير الموسوي يؤكد هذه المعلومات أخبار تتحدث عن أن المالكي هرب إلى سوريا ولكن المؤكد حتى أمس الواحد من أغسطس يوم الاثنين أن المالكي يختبئ بمكان سيتم ذكر مكانه بالتحديد في سياق الحلقة أيضا تعليق الخارجية الإيرانية مهم جدا ولكن غريب في نفس الوقت وإحنا بنتكلم عن التغيير جاي ولا هو اللي بيحصل فيه العراق هو صراع ما بين طيار الصدري وما بين المالكي وعلى الاستحواز على طرطة العراق يعني يكون الفساد بدل ما هو يكون 70% للحرص الثوري الإيراني عبر أم مالكي ولا يكون مقتدى الصدري أنه يستولى على 30% بس إحنا هنعرف الكلام المهم هنا في الحلقة قبل ما أدخل في الحلقة فيه واقع مهم إحنا بنعيشه ولا بد أن إحنا نتكلم فيه الواقع بيقول أنه المملكة العربية السعودية جمهورية مصر العربية الإمارات العربية المتحدة أطلقوا مبدأ السلام مبدأ الاستقرار مبدأ النماء والبناء للمستقبل نظرا لقوتهم السياسية قوتهم العسكرية قوتهم الجيو استراتيجية لكن على الطرف الآخر هنلاقي أنه القوة الموجودة في الشرق الأوسط وهي أسلحة الغرب لهدم الاستقرار في المنطقة ولهدم البناء والمستقبل القادم بيتم استخدام جمعات الإسلام السياسي عبر العثماني الإخوان المسلمين المجوس هم دول الثلاث أطراف اللي هم بيحربوا النماء والمستقبل اللي بينتظر الشرق الأوسط عبر الثلاث دول اللي أنا قلتهم طب هما بالإسلام السياسي ده والجماعات الإسلام السياسي بيقوموا بإيه؟ التحريض التقليب التخوين التصهيم التطبيع الجهل التطرف الإرهاب الفساد والنتيجة هدم الأوطان وعايز تشوف الكلام ده بعينك هتلاقي الناس دي بتتكلم من العراق للأسف بتتكلم من سوريا بتتكلم من لبنان بتتكلم من اليمن والمشهد أمامنا في هدم هذه الأوطان وكمل عليها ليبيا هي دي الرسالة المهمة الواقع اللي احنا بنعيشه الأمير الموسوي عمل تويتا بيؤكد فيها هروب شخصيات سياسية مهمة لإيران وقال إنه بالنص الواحد وصول شخصيات عراقية مهمة لمطاري الإمام الخميني في طهران وأيضا مطار الشهيد هاشمي نجاد في مدينة مشهد الكلام دوت معناه إنه في خطر أحس بيه وشعر بيه زيول إيران فساد إيران داخل العراق أزرع إيران في العراق الشخصيات التي تحركها إيران داخل العراق أحست بالخطر وإن الموضوع تعدى موضوع الصراع السياسي وإنهم قرأوا المشهد جيدا فهربوا إلى إيران ولكن هما هربوا لإيران بمفردهم طبعا أكيد عائلتهم ولكن الشنط الكبيرة التي كانت تحمل الكثير من الأموال يعني إحنا بنقول أموال العراق هربت إلى مطار الخميني ليستحوز عليها الخميني ليستحوز عليها الحرس الثوري حتى تزداد خزينة المجوس ويحربوا بيها العراق مرة أخرى ويحربوا بيها اليمن ويحربوا بيها لبنان ويحربوا بيها العواصم العربية اللي هما بيحتلوها لكن في خضم الأحداث اللي هي موجودة أمس أو موجودة في خلال لأكتر من 72 ساعة بنشاهد أن في معلومات مؤكدة طائرة خاصة قادمة من الرياض كان الكلام ده أمس صباحا وصلت إلى بغداد في سرية تامة المهمة غير معلومة وهي يعني بين أمرين اتنين إما إجلاء شخصيات سعودية مهمة كانت موجودة في المنطقة الخضراء وأنا معرفش اسم المنطقة الخضراء ده جين مين أنا الغالي دقيقة معرفش يعني المنطقة لما بيكون اسمها خضراء يبقى فينا ماء وكده لكن المنطقة الخضراء دي يعني معرفش تسمت ليه على المنطقة الدبلوماسية دي مهمة لكن في الأخير إن هي ممكن تكون بتجلي شخصيات مهمة من منطقة الخضراء أو إنها تحمل مسؤوليين سعوديين وصلوا لمهمة سرية في بغداد لأن الطائرة حطت في بغداد ففي الأخير إن دي معلومة مهمة يتم ذكرها سربت أنباء عن إنه المالكي هرب إلى سوريا عبر الحدود العراقية ولكن الحقيقة والأصح ومعلومات المؤكدة من المصادر المؤكدة أن المالكي حتى أمس الواحد من أغسطس الاثنين كان موجود ويختبئ في بغداد في شارع أبو نواس شارع أبو نواس اللي هو قريب جدا من اللي هو الجسر المعلق يعني ده بيدل إنه هو المالكي أصبح ورقة محروقة وهتكون من ضمن كروت إيران المجوس الخاسرة داخل العراق وتعتبر أهم ورقة لدى المجوس في العراق ممكن تكون إيران أرادت التخلص من المالكي لإحداث فوضى في تفسيرات وفي تحليل بيتكلم عن كده ولكن لأ بقاء قاءاني ما كانش بيقول كده بقاء قاءاني فيه يعني يوم الخميس والجمعة والسبت وحتى تقريبا هم موجود الغد الوقتي كان يؤكد أن هم كانوا يعني يضغطوا حتى بقاء قاءاني بقاء المالكي ولكن الآن المالكي هو يختبئ ويبدو أن الأحداث هتشهد يعني مشاهد لألمالكي سنراها بأعيننا في الأيام القادمة لكن احتلال البرلمان العراقي في منطقة الخضراء من الطيار الصدري هو عنوان المرحلة ولا يعني عنواني مرحلة لإزاحة الفاسدين عن الحكم حتى وإن كان مقتدى الصدر والمالكي هم الاتنين واجهين له عملة واحدة وهي عملة المجوس عملة المجوس اللي هي كانت عملة رائجة في العراق بعد أن تم سك هذه العملة عبر الاحتلال الأمريكي ولكن يبدو أن صلاحية العملة دية ستنتهي بتغيير أزرع إيران وتغيير إيران وضرها في العراق بتغيير المصرح العالمي تغيير المصرح العالمي قد يحتم على إنهاء الوجود الإيراني في العراق عبر فاسديها وأزرعها في العراق هنا نحن نرجو الانتباه للقضية محتملة في قضية محتملة ممكن أن تحدث في الساعات الأيام الأسبوع القادمة وهي ممكن جدا تتفاجئ في الأخبار بتفجير لمرقد شيعي من مراقد الشيعة اللي موجودة في العراق أو تتفاجئ باغتيال شخصية شيعية مهمة مهمة في المصرح العراقي لكن هي في الحقيقة كانت مهمة عند المجوس لكن مش مهمة عند المجوس دلوقتي المهمة عند المجوس بقاء العراق وبقاءهم المجوس يعني في العراق الغرض من التفجيرات اللي قد تحدث أو الاغتيالات اللي قد تحدث لقيادات شيعية أو للمراقد الشيعية الغرض المجوس من هذا التصرف إذا حدث هو عملية خلط للأوراق يعني هيكون في خلط للأوراق لأعادة تدوير فساد إيران داخل العراق أو لأعادة تدوير مهمة إيران جوى العراق وهنا نخل بالنا أن أمريكا أو الدولة العميقة اللي في أمريكا شايفة الغد للوقت إن بقاء إيران وقوتها ضروري وبالتالي شايفة إن أزرع إيران موجودة في العراق لكن رؤية أمريكا شيء ورؤية إيران شيء وتغيير المصرح العالمي ده شيء تاني خالص هو أكبر من الاتنين أصلا إيران والمجوز محافظتهم على نفوذهم بالعراق هو بالنسبة لهم مسألة حياة أو موت وبأمر الله بأمر الله هتموت إيران وهتدفن بأمر الله إيران هتموت وهتدفن وهتعمل لها أحسن جنازة ويعني هيتوزع في الجنازة دي وهنشرب كلنا شربات وهنشرب عصير ونشرب موين تنديو وهنوزع على بعض بإذن الله الجزم والنعال ونضربها على كل مجوسي كان موجود في العراق وكل مجوسي كان موجود في إن شاء الله في اليمن وكل مجوسي موجود في لبنان وموجود في سوريا لكن طرح ما احنا جبنا سبت المجوس يبقى الناطق باسم الخارجية المجوسية بيصرح تصريح مهم جدا بيقول إن احنا نتابع التطورات بالعراق بقلق بالغ ليه؟ لأنهما بيعتبروا إن العراق محافظة عراقية يعني بعد طبعا ما سمح يعني خونة الداخل بسيطرة المجوس الخارجيين على العراق لكن إن شاء الله احنا احنا بنطمن ايران بإذن الله والخارجية المجوسية والناطق باسمها اللي هو كان ماسك في القاهرة يعني مصالح ايران وهو الآن هو المتحدث الرسمي باسم الخارجية الايرانية احنا بنطمنه إن شاء الله لسه ما شفتوش قلق يعني إن شاء الله القلق لسه هيجي يعني من هنا لغاية آخر السنة لغاية آخر عام 22 هنشوف إن شاء الله على وجوه ايران وعلى وجوه المجوس هنشوف القلق وهنشوف بإذن الله في سراويل يعني مسؤولين ايران وهم بإذن الله هيشوفوا المشهد والمسرح العالمي يعني بيتغير وبيشوفوا ايران ذات نفسها وهي بيتم تفكيكها لكن ببطء إن شاء الله فهنشوف ده في سراويلهم عبر القلق لما يتغير لتبول إيراني بإذن الله اللي يعني بيشاهد يعني البعض مننا ما يحدث في العراق هو صراع على السلطة في ناس بتشاهد الصراع في العراق دلوقتي هو صراع على السلطة ما بين مقتدس صدر وطياره ما بين المالكي ما بين يعني أزرع إيران وزيون إيران من ما يمثل الحرس الثوري الإيراني عبر اللي هو ما يمثل الدولة اللي هو المالكي وهو في ناس شايفة من المشهد ده إنه ما فيش تغيير للوضع العراق هيفضل زي ما هو وإنه طيار الصادر عايز يستحوز على نسبه أكبر من الترطة السياسية أو الترطة البرلمانية أو الترطة الحكومية أو ترطة الفساد لأنه ضارع في الفساد لأنه كان موجود قبل كده في الحكومة من قبل يعني قبل 15 سنة وإنه هو كان شاهد على الفساد في ناس شايفة المشهد كده تقول لك لا ده هو صراع على السلطة طيب هناك طرف آخر يقول لك لا التغيير قادم وإنه مضى على العراق 20 سنة ومضى على إيران فترة طويلة أكتر من 43 سنة ومضى على إيران داخل مضى على المجوز بداخل العراق أكتر من يعني أكتر من حوالي 18 سنة وزيول إيران داخل العراق وإنه شايفين إنه ده الطرف التاني شايف إنه انتهت صلاحية إيران انتهت صلاحية إيران وانتهت صلاحية زيولها والتغيير قادم والتغيير القادم ده مش يعني مش بإرادة إيرانية مش بإرادة لا هو بإرادة يعني بإرادة وهيكون بأمر دولي حتى نهاية العام يعني وجهة النظر الأخرى ترى أما حتى نهاية العام حتى نهاية 2022 هيكون في انتهاء لصلاحية إيران وزيولها داخل العراق البداية هي فوضى سياسية بدأت من أيام بدأت من الأسبوع الماضي واحتدمت في بداية هذا الأسبوع يعني سيتبعها فوضى أمنية ثم يتبعها فوضى اقتصادية في العراق الفوضى الاقتصادية في المرحلة الثالثة هتكون نتيجة عن نتيجة مستخلصة للسببين الأولين اللي هي الفوضى السياسية ثم الفوضى الأمنية ثم يتم الخلاص بإذن الله من الفسدين البخيين في العراق الفساد في العراق من القضاء الفساد من الطيرات اللي موجودة اللي هي بتستحوز على العراق وأنها مستفيدة وبيتفيد إيران مستفيدة أنها بيزيدوا ثراء وأنهم بيزيدوا العراق فقرا وبيزيدوا العراق استنزافا وبيزيدوا الوطن العربي انشقاقا لكن بأمر الله طب إحنا الخلاصة إحنا هنشاهد المسرح يعني المسرح والموقف العراقي ولأنه الأهم في المنطقة المسرح العراقي أهم مقطة في المنطقة العربية جنجمت العرب العراق المسرح العراقي الآن هو اللي بيتم يعني التغيير فيه يدبعه اليمن ثم يدبعه بعد ذلك مشاهد أخرى ده الأهم وهو ده المشهد الحقيقي الآن للصراع على المسرح العراقي والتغيير والتغيير الدولي اللي هيكون موجود بأمر دولي استخدعكم الله اللي زيلات دعو دعو